يعني لأ كان فيها طبعا استفادة كبيرة جدا في المجال ده يعني ما تفعلتش مع اللاجنة الطبية في النادي بقى عمتا كلاجنة طبية لأ كلاجنة طبية لا ما حصلش بس هي في البطولة دي كنت عضوة في اللاجنة الطبية في بطولة الفوليبول السيدات النادي الاهلي نظمها كنت من ضمن الفريق مهم الاشتراك في البطولات اللي زا كده اه اكيد طبعا اكيد طبعا هي ان اسمك يرتبط بحاجة ليها علاقة بالمكان اللي انت بتحبه طبعا هو النادي الاهلي اكيد دي حاجة جميلة جدا وانا كنت بسعى دايما وراها يعني مش مش هي دايما كنت بسعى ان انا عايز الناس تكلمني لا انا عايز اروح انا اللي هكلمهم انا اللي عايز انزل الكلام ده جو ده خلاك تفكر ان انت تترشح لانانتخابات بالزبط انا دايما عندي حلم ده من وانا صغير من اول بقى وعي بقى خلاص اللي هو على الايه ما هو النادي الاهلي يعني وبقى رؤساءه والمواقف واللي بيحصل والكلام ده كله وانا كنت دايما انا عايز في يوم الايام ابقى داخل المؤسسة دي او تحت مظلة المؤسسة دي بعمل في المنظومة دي واسمي عايزه دايما يرتبط بالمؤسسة والكيان ده كله فالمرة اللي فاتت قلت انا هستنى افهم دنيا احاول اشترك في حاجات ليه علاقة بالنادي والمرة دي انا هاخد التجربة هاخد التجربة من وجهة نظري ان اخد التجربة بحاجات انا شايفها ممكن احقق اضيف على المجلس بيحققه او على اي مجلس موجود يعني طبعا حاليا كابتن محمود الخطيب فاترته هو حقق حاجات كتير فاحنا ليه ليه ما نكملش ليه ما نقولش افكار جديدة ليه ما نبقاش بنكمل بعض وده دايما اللي النادي الاهلية بيعلمه لنا واللي احنا بنتعلمه من الرموز اللي مرت على تاريخ النادي الاهل انك باستمرار التواصل مستمر بالضبط مزبوط انت قلت لحداك ان انت متواجد كتير ما بين مدينة نصر وحاليا في الجزيرة كتير مزبوط ده بحكم العمل ولا السكن لا انا كنت يعني بتواجد اكتر في الجزيرة الفطر اللي فاتت علشان هي منساعد البطولة اللي اتنظمت وطبعا انا كمان شاركت في منقشة الليحة الاساسية للنادي في عامة 2018 اه شاركت مشوى الله فكنت عارف الناس فعارف الناس اللي هناك وكنا بقنا اصحاب يعني فاغلب التجمعات بتبقى موجودة في فرع الجزيرة يعني طيب ده كان يعني حدث مهم جدا في تاريخ النادي انه النادي يطلع ومجلس الادارة يطلع انه هو يجهز مشروع العيحة وقبل ما يجهزه يا دكتور يعمل حوار المجتمع الجد مع كل الاعضاء سواء الفئات العمرية المختلفة او حتى الطواقف العلمية المتنوعة كل الناس فنانين اعلاميين صحفيين رجال اعمال شباب سيدة غيره كل شارك في ابداء رأيه انت كنت من المتفاعلين مع الحدث ازاي شفت ازاي والاهلي عنده هذا الحرص على انه يعمل دستوره بنفسه وانه اعضاء الاهلي يكون حرسين يحضروا بهذه الكسافة عشان يصوتوا على لايحة النظام عشتها انت من جواها عشتها من جواها مظبوط احنا كان المشكلة عندنا ان احنا كنا بلايحة استرشادية بالضبط فكان لازم يبقى النادي الاهلي طبعا ليه لايحته الخاصة بيه مظبوط فاتحطت البنود وكانت كنا بالنقشها فعلا وزي محرج